اشتركوا في القناة من نزلات برد ساختلف حدتها بين شخص واخر وقد تكون شبيهة بتلك الاعراض المعروفة لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد الا ان انتشار هذه الحالات جاء بشكل متزامن مع اعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في اخر حصيلها للحالة الجائحة كوفيد 19 في شهر دوجنبر عن توقعها ان تنتهي الموجة الحالية لكوفيد 19 في الايام القليل القادمة في المغرب لتدخل فترة بينيه الخامسة منذ بداية الجائحة ستتميز عموما بانتشار ضعيف للفيروس كنتم مع نصرة اخبارية الى اللقاء